اشتركوا في القناة وعززت رؤى جلالة البلك المفدى الحكيمة وعززت من مكانة المملكة على المستويات المختلفة ضمن مسيرة الوطن التنموية الشاملة بقيادة جلالتها يده الله التي نفخر بها ونعتز لما تحقق خلالها من تقدم وازدهار وجدد سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في هذه الذكرى العزيزة العهد بأن تتوالى مساعي تحقيق الإنجازات الوطنية بإذن الله بعزيمة وإخلاص من فريق البحرين تنفيذا لرؤى حضرة صاحب الجلالة السديدة الطموحة لرفعة المملكة الغالية بما يعود بالخير والنماء على الجميع ومواصلة العمل ترسيخا لنهج جلالته بما يثر المسيرة الوطنية بمزيد من المنجزات والمكتسبات على دروب التقدم والازدهار وقد بعث حضرة صاحب الجلالة العاهل المفدى حفظه الله ورعاه برقية شكر جوابية إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أعرب جلالته فيها عن شكره لسموه على تهنئته بهذه المناسبة الوطنية مستذكرا جلالته دور سموه من خلال ترأسه للجنة تفعيل ميثاق العمل الوطني الذي توافق عليه أهل البحرين الكرام ليظل نهجا ومرجعا للمشروع الوطني في التطوير والإصلاح